السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بعد ذلك اذا كان المولود ذكر انه يختن يختن فالختان هو ايضا من سنن الفطرة له ان يختنه في اول اول اسمه الاول ممكن ان يختنه بعد الاسمه الاول في الاربعين هو حر حسب فهو استحباب اي وقت قد تنتهو هو استحباب ويكون وجوبا لما يبلغ البلوغ حينما يشك البلوغ عنده 11 سنة 12 سنة صار واجبا ولكن قبل ذلك اي وقت اخترته في الاسبوع الاول اسبوع الثاني في الاربعين كله خير والطبيب هو اعلم كيدر تحليل الدموية للمولود وكلقى بانه ما عندوش مثلا شي فقر دم او شي حاجة اللي هي مؤثرة فيقوم بختانه الختان يبغي ان يكون مستورا ما يعرفوش الناس يكون مستور حماية للمولود لانه قد يتعرضوا للعين اما العقيقة مثل الزواج يكون فيها الاشهار ويكون فيها الاعلان ويجمع لها الاهل والاحباب ويعقلها كتكون الدبيحة هذه الدبيحة هي كتتحمي من العين بحال في الزواج الزواج كندروا الدبيحة لماذا؟ اراقة الدم كنحميوا العروسة من العين وكنحميوا العائلة ديلها من العين كيكون الشاعر كبير الناس صرفوا في اموال طائلة وبغيروا يفرحوا قد يصابون بالعين ولكن لما كندروا الدبيحة لله ويراقوا الدم يحمي من العين كذلك العقيقة كتكون تجمع العائلية وكيكون مظاهر الاحتفال ولكن لما نعقوا الدم يحمي من العين العائلة والأحباب اشكي قولوا للأهل السنة النبوية الدعاء المأتور بوركت في الموهوب وشكرت الواهبة وبلغ أشده ورزقت بره هكذا من السنة النبوية كنقولوا للوالدين دي المولود السنة النبوية بوركت في الموهوب وشكرت الواهب هو الله تعالى وبلغ أشده ورزقت بره لمعرفش يقول الله يبارك الله يزيد في الخير وهذه نعمة عظيمة فنطلب الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأولاد والبنات ونحن إن شاء الله تعالى في كل حلقة من هذه الحلقات نتناول قضية من قضايا الدين لعند ارتباط بالحياة ونشرحها فقهيا نبقى دائما مع القرآن العظيم والسنة المطهرة ومقاصد الشريعة العليا وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم بعد ذلك نحنك له فمه بتمارات هذا من السنة نأخذ قطعة من التمر ثم نضعه في أيدينا ونحنك نستاكله في فمه يمينا وشمالا لماذا؟ قيل لأن هذا الثمر فيه واحد المادة للجليكوز وهي سكرية طبيعية والمولود يحتاج إلى ذلك خصوصا وأنه يجرح في القصبة الهوائية دياله لما يستنشق الهواء أول مرة لأنه كان في بطن أمه محميا لا يشعر بتعب ولا بمشقة وعنده كمية الهواء المناسبة الآن خرج إلى الهواء الطبيعي فقد يجرح في قصبته الهوائية لما نستعمل له هذا التمر نحنك له فمه بتمارات هذا المادة ديال السكرية الطبيعية كتخليه يشعر بالأرياحية ولا يشعر بالألم ثم هذا التمر يخليك لا محلو يعني فيما بعد يخليه حلو لذا التمر مزيد تأكل المرأة عند الحمل وعند الوضع وأيضا نحنك للمولود فمه بتمارات وفي القرآن العظيم يقول ربنا عز وجل للسيدة مريم العذراء وهزي إليك بجدع نخلي تساقط عليك رطبا جانية فاكلي واشربي وقرعينا فالتمر يعطي واحد الانطباع على أن كلامه حلو صورته حلو مقامه حلو بإذن الله تعالى ثم بعد ذلك يعق عنه العقيقة ضرورية ومؤكدة هي للاستحباب لأن الأحكام الشرعية منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب العقيقة هي مستحبة اللي هي لكن استحباب قوي كتسمها استحباب للسنية ليس للوجوب والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا للذكر شاتاني وللأنت شات واحدة من لك يكون المولد الذكر كان نبحوله جوجة للحوالة وإذا كان أنت كان نبحوله حول واحد طبعا هذا ليس تمييز بين الذكر والأنت وإنما هو من باب إذا كان توأم أحداثا توأم لكان توأم دكرين يعني كبشين كبشين كما فعل النبي الكريم مع سيدنا الحسن والحسين عليهما السلام ضحى بكبشين كبشين لكل دكر كبشين كبشين إذا كانت توأم أنت كانت تكون كبش لكل واحدة وطبعا الأضحية أو العقيقة عند أحكام الأضحية يعني كيكون إما بالماعز أو الضأن اللي هو الكبش أو البقار أو الإبل البقار يجب أن يكون عنده سنتين والإبل استوفى خمس سنوات والشات استوفت سنة واحدة ويجب أن تكون سليمة من العيوب يعني لا يجوز العوراء البين عوروها ولا العرجاء البين عراجوها ولا الهزيلة التي عجفا لا ينبغي أن تكون واحدة العقيقة بحل الأضحية تكون سليمة من العيوب وتكون جميلة وتعق على هذا المولود يوم سابعه سبوع دياله إذا تعذر يوم السابع فيكون يوم الرابع عشر فإن تعذر يوم الرابع عشر فليكون يوم الواحد والعشرين فإن تعذر في أي وقت أو حين وهذه الدبيحة الدبيحة هي من السنة أن الجزار اللي غديد بحام خسيكون متوضي نلتمس فيه الخير ويسمي الله تعالى بسم الله تبارك الله اللهم إن صلاتي ونسكي ومحيي ومات الله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وينحارها وحينما يقوم بتقطعها من السنة لا يكسر عظمها يكون جزار فنان كي تبع المفاصل ديالها دون تكسير العظم وهذه العقيقة فيها شكر لله تعالى ربنا أعطاك مولود هو عبارة عن لحم وشحم وعظم وأعصاب وانتكت فديه كأنه فديه تفديه بإراقة الدم وهذه العقيقة فيها معاني كثيرة الإنسان لما يقيمها له أن يأكل منها له أن يهدي منها له أن يصدق منها ومن السنة أن يجمع الأهل والأحباب للطعام كي كنت كافر الاجتماعي يدعى إليه العائلة والأحباب والأصدقاء والجيران ويتصدق من على الفقراء والمساكين فالحقيقة هي نوع من التكافر الاجتماعي صناعة الطعام هو كل خير في الإسلام عندنا مناسبات كثيرة دائما الإسلام يشجع على المناسبات لفالإطعام يتجمع الناس للإطعام في أي مناسبة طيبة كل خير ثم بعد ذلك نقوم بحلق شعره في اليوم السابع اليوم السابع نحلق له شعره وحلق الشعر هو أيضا فيه بركة لأنه في تيمنا أن الله تعالى يعيد له حياة جديدة لما الشعر في رأسه ذلك الشعر دي البطن الشعر دي الكرش لابد أن يزول وكأن الأرض لما يقوم الفلاح بإعادة تقليب التربة ويحرتها إنما يريد أن يعيد المواد الكيموية لتعرض التربة إلى أشعة الشمس ويقع النبات ويقع الكلأ هكذا الشعر نقوم بحلق شعره ومن السنة أن الحلق يكون بالتسمية بسم الله الله أكبر وكيبدأ الأمر من اليمين بالشق الأيمان ثم الشق الأيسر ويجمع ذلك الشعر ويعبر عند صاحب الدهب ويخرج مالا تقريبا غالي يكون واحد مئتين درهم تقريبا لما قدرش يقوم بالإجراء بشعر ملد دهب ويعبره يعني كيقدره في حدود مئة وخمسين إلى مئتين درهم يتصدق بها على الفقراء وعلى المساكين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة